ماذا يا اخبار؟ كما هل شاهدوا صرب لنا وصفة كينتاكي عمل لنا فرايدي تشيكين بتاعت كينتاكي بنفس الطريقة بالزبط اللي هم بيعملوها بيها عملها في البيت بطريقة سهلة جدا وصدمتني ان دي فعلا الطريقة بتاعت كينتاكي فأنا طبعا قبل المقاطعة كنت مود من كينتاكي باكل واربعة وعشرين ساعة فالوصفة دي لو فعلا بجد انا ممكن افتح مطعم بيها اول حاجة هنجيب الفراخ التعطيع بالشكل ده بعدها هنفضل نغزهم كده بعدها هنجيب بولة فاضية نحط فيها مية اول حاجة هنحط فلفل اسود صحيح وكل التوابل اللي هستخدمها من التوابل اللي حاجة عرفها بعدها يا توم رشة ملح ومعلقة سكر ننزل فيهم الفراخ دي وننقعها في الكلام ده في التلاجة لمدة ساعتين بعدها هنجيب بولة تانية نحط فيها دي وعلى الدقيق هنحط بصل بودر توم بودر جنزبيل فلفل اسود سبع بهرات واخر حاجة الشطة ونقلب كل ده مع بعضيه بعدها هنجيب بولة تالتة هنحط فيها دقيق تاني وهننزل علي بالمية ونقلبه ونظبطها لغاية ما يبقى ده قوامها مش خفيف قوي ولا تقيل قوي يبقى كريمي بالمنظر ده هنجيب بقى البوتاجاز وعلى طرجة حوية متوسطة هننزل بالزيت بعدها هنطلع الفراخ وننشفها من المية كويس جدا بعدها هنلبس جوانتي ونجيب الفراخ وااول مرحلة ننزل بيها في الدقيق والمية بعدها ننزل بيها في الدقيق والتوابل ننزل بيها في الزيت نديهم تقليبة بسيطة باول بقى ما تبصل للون ده نطلعها من على النور بعد كاية نعمل البقين ندفل البوتاجاز انظروا يا جماعة منظرها هعمل ازاي طبعا انا بصورها لكم في ركن كده في المطبخ عشان شكلها عجبني في الحتة دي شكلها في الجزء ده عجبني كأنها عند كنتاكي بالزبط انظروا يا جماعة شكلها عامل ازاي اقسم بالله انا مش مصدى ان انا اللي عاملها مش مصدى انتو لسه مش بتوش حاجة اسمعوا كده الكرانشي بتاعها مرعب طبعا انا هموت وادقها بس الاول هعمل لها السوس سهل جدا وباخد شوية هنجيب بولا احط فيها عسل من حاجة عرفة هنزل عليها بكوباية زبادي وعليها شطة مرأة الدجاج وبابريكا مجروشة وهقلب كل الكلام ده مع بعضيه ومسكر شوية بس انا بحبه لحظة اللي انا مستنيها بفارغ الصبر يا جماعة في اللقطة دي اوقف الاغاني خالص عشان تسمعوا صوت القرمشة حاجة صغيرة اللي اول عشان عايزة تقهر ونقول بسم الله يا رجل والفراغ المستوية ايه ايه ده ايه ده ايه ده والله العظيم الفراغ دي مش بس احلى من كنتاكي دي انضف واجمل واطعم رايدة شجن انتو هتدقوها فحياتكو اقسم بالله انا عايزة عايزة تاني ايه ده طبعا شكرا الف مرة للشيف عشان علمنا فعلا الطريقة دي بما اننا مقطعين ومكملين في مقطع والله العظيم الفراغ دي احلى من بتاعة كنتاكي بمراحل وسهلة وسريعة الفراغ ودقيق ومية وشوية توابل فما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن لصحبك واهلك وقرايبك اللي هتجرب الفراغ الجمدة دي معاهم وتعزمهم عليها ايه خدمة العلوم